أشهد المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بتوجهات الملكية السامية الصادرة من لدن جلالة الملك المفدى إلى ضرورة تضافر الجهود وتكاتف الجميع للمحافظة على أمننا واستقرارنا وديننا وعاداتنا ومذاهبنا والسعي دائما إلى الأفضل للبحرين العزيزة وأكد المجلس في بيان اعتزازه الكبير بما صدر عن جلالة الملك المفدى من توجهات سامية لدى استقبال جلالته جموعا من المواطنين من مختلف محافظات البلاد الذين وفدوا لتهنئة جلالته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مثمنا في الوقت نفسه حرص جلالته على الالتقاء بأبناء شعبه والتواصل الذي تتعزز فيه قيم الأخوة والتكاتف والتكافل بين الجميع ونوها بتأكيد جلالة الملك بأن مملكة البحرين ستظل واحة أمن واستقرار ووطن التعايش والأمان لجميع أبناء شعبها ومن يعيش فوق أرضها وستبقى موطن الوسطية والتسامح والاعتدال المنفتح على العالم كما أشهد المجلس بما توليه الحكومة الموقرة بالتعاون مع المجلس الأعلى وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رعاية ودعم مستمرين للمساجد والجوامع والمآلاء ودور العبادة بما يتماشى مع تلك الرؤية الحكيمة